أنا أعتقد أن هذه الدول لا تعمل بقرار منفرد منها وإنما تعمل بتعليمات من الولايات المتحدة وإسرائية ولذلك أنا لا أظن أنها تفكر في العوامل والدوافع التي تدفعها لهذا بالقطع ليس هناك جامعة عربية الجامعة العربية أعلنت عن أنها انتهت يوم طردت سوريا الدولة المؤسسة وانحازت أيضا لهذه الدول التي أصبحت تحل محل مصر في العالم العربي الأشعال شدد على أن ثلاثية الذهبية العربية هي سوريا ومصر والعراق فهذه الدول والثلاث هي أعمدة جامعة الدول العربية لن يكون هناك دور مصري ما دام هناك ثقف خليجي للدور المصر ولن يكون هناك جامعة عربية ما دامت سوريا ومصر ليست الأطراف المؤسرة في سياسات الجامعة العربية الجامعة العربية ليست مبنى الجامعة العربية هي عبارة عن مضمون ولذلك في المنطقة العربية نشأت فيها التنظيم العربي قبل أن تنشأ النظام العربي ولذلك انتهى النظام العربي وانتهى معه التنظيم العربي لذلك لن تعود الجامعة العربية إلا إذا عادت مصر وسوريا قلب العالم العربي إلى دورها وانتشل العراق أيضا من المحنة التي هو فيها ثم يصبح الثلاثة دول هم الأساس والمحاور الأساسية للجامعة العربية